أعرف رأيي الشرع والدين في حالة التلاق اللفظي للزوجة هل ترس إذا توفى؟ وخلينا نقول أن التلاق اللفظي حدث نتيجة إساءات من الزوجة لأهل الزوج الزوجة فعلت أشياء كثيرة لم ترضي الرجل فالرجل ألقى التلاق لفظياً ما زالت في شهور العدة والزوج توفى ولم يشهد على هذا إلا الأبناء في الحالة دي هل الزوجة ترس أم لم ترس قانوناً قانوناً أخذي مع حضرتك دينياً شريعة الإسلامية سواء كان الطلاق لفظياً أو مكتوباً ومات الزوج في فترة العدة فالزوجة ترس لأنها في أيام العدة ما زالت معه في أيام العدة الزوجة حتى إذا كانت الزوجة خائنة إذا كانت الزوجة ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث وإحنا عندنا موانع الإرث تلاتة الأول اختلاف الدين الثاني القتل الثالث مش موجود في حياتنا دلوقتي وهو الرق دول التلاتة بس موانع الإرث لو التلاتة دول مش موجودين يبقى الست دي صالحاً هي ترس هعرف من حضرتك إمتى الزوجة لم يستحق لها الإرث بس خليني أخذ الشق القانوني هنا هل إذا حصل الطلاق لفظياً ولم يعني يكتب يوثق يوثق تماماً هل كده إذا وقع الطلاق لفظياً وبقيت الزوجة في مدة العدة وتوفى الزوج قبل انقضاء عدتها فهي ترس وإذا اعترض الأبناء على هذا لأنهم كانوا شاهدين على هذه الواقعة مالهمش اعتراض حتى لو هم اعترضوا ليس لهم اعترض ولكن الاعتراض يكون وقته إذا هو وقع منه يمين الطلاق ولم يراجع ما رجعتش في خلال العدة بتاعتها وما تم الشرقها هم لهم إقامة دعوة تطليق ويحضروا الشهود ويبدأ يرفع الدعوة وتنظر أمام المحاكم ويفصل فيها القضاء لكن طالما أن هي فترة عدتها أيوة فهي ترس لأنه ممكن أن يراجعها إذا كانت الزوجة يعني الديانة مختلفة ما بينها وما بين الزوج لم ترس لا ترس ما احنا قلنا موانع الإرس لم ترس فعلا لا ترس يخفي موانع الإرس مع أنه والزواجه حلال والزواجه على الشريعة الإسلامية أيوة وربنا سبحان الله حللوا سلام تزوج طبعا سيدة مارية سيدة مارية الكبتية فهنا اختلاف الدين هو المانع اختلاف الدين يمنع وحتى الأولاد لما جيبوا ده في الشرع والقانون برضو هكذا اختلاف الدين يمنع هكذا هما قالوا أساسا موانع الإرس كما تفضل فضيلة الدكتور هما ثلاثة هو الرق ثم القتل ثم اختلاف الدين ولذلك قال الشاعر في هذا ويمنع الشخص من الميراس واحدة من علال ثلاثة رق وقط واختلاف دينه فافهم فليس الشك كاليقين إذن موانع الإرس معروفة ومحددة طبقا للقانون والشريعة وزيما تفضل فضيلة الدكتور أحمد قال نحن أساسا القانون استمد قوته طبعا من الشريعة الإسلامية من الشريعة الإسلامية طب انت الزوجة تمنع من الذي لهم الحق أن يمنعوا من المرس لو في حاجة من الحاجات التالية يعني لو هي مشتركة مثلا حاجة لو هي اختلاف الدين اختلاف القتل إذا قتل الرجل امرأته أو قتلت المرأة زوجها أو الابن أبوه أو الأب ابنه موانع دي موانع سابتة باليقين باليقين